الى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم شرعية باليمان العقيدة ركن تركي المالكي ان اطلق الصواريخ الباليستية على نجران الذي اعترضته الدفاعات السعودية كان متعمدا لاحداث اضرار بالسكان المدنيين في هذه المنطقة واكدا ان استمرار تلك العمليات يؤكد تراجع الميليشيات الحوثية على الارض عمليات عبثية مستمرة تؤكد التراجع الملحوظ للميليشيات الحوثية الايرانية على المناطق الحدودية بين السعودية واليمن كانت اخرها اطلاق صاروخ باليستي على مدينة نجران الحدودية اعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته بنجاح ووصف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم شرعية باليمن العقيد الركن تركي المالكي وصف اطلاق الصاروخ بانه استمرار للاعمال العبثية التي تمارسها الميليشيات الحوثية في استهداف المدن والقرى الحدودية السعودية الامنة مؤكدا عدم وجود اي اهداف عسكرية في هذه المناطق التي تستهدفها الميليشيات الحوثية بصواريخها الباليستية واشار المالكي الى ان الحوثيين كثفوا اطلاق الصواريخ بسبب تراجعهم على الارض مضيفا ان استمرار اطلاق الصواريخ يؤكد دون شك استمرار تهريب الصواريخ الباليستية والاسلحة من النظام الايراني مشيرا الى مسئولية المجتمع الدولي والامم المتحدة في تشديد الرقابة وفي غير بعيد عن المناطق الحدودية وتحديدا في محور البقع بمحافظة صعدة مع قليل حوثيين الرئيس انتزعت الفرق الهندسية في الجيش اليمني عشرات الالغام الارضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الانقلابية قبل طردها من المناطق المحررة في اقصى شمال البلاد وقالت وسائل اعلام تابعة للجيش اليمني ان وحدة نزع الالغام والمتفجرات تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك اكثر من سبعين لغما ارضيا وعبوة ناسفة واستمرارا لممارساتها الارهابية كثفت ميليشيات الحوثي بمحافظة اب انشطتها الهادفة لاخراج سجناء السجن المركزي في المحافظة وزج بهم في معاركها الخاسرة بمختلف الجبهات خاصة التي تشهد انهيارات كبيرة وتراجعا امام تقدم قوات الشرعية وتتزامن هذه العملية مع تحركات يقوم بها الحوثيون لفرض التجنيد الاجباري في عدد من المدريات لتعزيز صفوفها بعناصر من طلبة المدارس وفي انتهاك واضح وصريح لكل عرف او قانون هددت ميليشيات الحوثي الايرانية شيوخ قبائل صنعاء بتفجير منازلهم واعتقالهم انخالفوا اوامرهم بتجنيد ابنائهم والدفع بمسلحي القبائل الى جبهات القتال ضد قوات دعم الشرعية في المقابل دعت قبائل عدة في صنعاء ابنائها الى عدم الانجرار خلف مطالب الحوثيين الذين يواجهون مأزقا كبيرا مع استمرار تقدم قوات دعم الشرعية في عدد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها